يتواصل أيضا إضراب عمال مؤسسة بريد الجزائر لليوم الثالث على التوالي والذي تزامن مع صب معاشات المتقاعدين مما تسبب في شل حركة أو كافة الخادمات المقدمة على مستوى تلك المرافق العمومية وأثر إستياء المواطنين الذين طلبوا بإيجاد حل لهذا الوضع عوض استغلالهم في حل المشاكل الداخلية التي تعرفها مؤسسة بريد الجزائر التغطية كانت لعادة غضبان اليوم عندنا روتريتي نجبدوها نبدأ ورمضان ما نقولوش نكمل ونبدأو داورة ناشفة من جهتنا نقع كي حناك يزورك روتريتي لهم هنا وشنا قللنا يا ينقرف ينقرف بارح سورانتنات قالك روتريليوم وفينا الموجينة بكري من السبعة ونصحنا ونستنو ويطره ما نحلوه حلوه جوالو نغرسة بالبين دقاطين استيقاءه هنا كثيرا ما قالك اننا مقرفين ميلا قرف ماشية هكذا معلمو ناس مالبانة انا رمشة هكذا كنه ما عندوش ماشيكو دقا انا استيقاءه دياربية الكي يمنون جيل هنا بشر خالص خالك بكاش هاو كاني تشاك وعندي كانزا ما لأنيتكارك والا هم غرفين هم غرفين ما فهمك علىه كطورس ما زم بخلصان احنا ماذا بين يا اخوية بون يعطونهم مطالبتي وحهم يفتحنا الطرق باش نخوط سيخول هوا 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 شنا طالبين احنا فروق طاع رماذال يدروا الاضرابات فروق طاع رماذال مالش فهمين عليش دروا الاضرابات ماش عارفين ان شاء الله مع السلطة العلية كده يتلاهم ان شاء الله باش مفتحوا الناس بحتاجين باش يخدوا الدرق متاعهم